وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 447 عقادية تمونية بمطبطات بلغت ما يقترب من 103 أطنان مواد غذائية وغير غذائية حيث ضبطت الداخلية 25 طن في مجالي حكب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة و 68 طن في مجال عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية كذلك تم ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء أما في قضايا المخابز فقد تم ضبط 714 قضية من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و 72 قضية خبز غير مطابق للمواصف عطاء وفي مجال مخالفات التلاعب منظومة توريد وتدول القمح المحلي فقد تم ضبط 10 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 74 طن أقماح محلية